بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام زيكم إخواني وخواتي الكرام يارب تكونوا بخير النهاردة بإذن الله مع أسرار وفوايد لعجبة أو نبات جديد أو وصفة جديدة من وصفتنا الطبيعية والطبية اللي أنتو بتنتظروها على القناة النهاردة بإذن المولى عز وجل مع حاجة موجودة الأيام دهيت وموجود في دخول وفصل الشتاء موجودة عندنا بكسرة في أكثر الدول العربية وموجودة في الطبيعة حوالينا ولكن يعني الناس بتستسهلوا بتروح الصيدليات وبيجيبوا بتعمل ويعتبر الصيدلة بيستخدموا هذه العجبة وهذا الورق اللي نتكلم عنه النهاردة في علاج كتير من الأمراض النهاردة بإذن المولى عز وجل مفيش سعال مفيش حساسية مفيش رب علاج رباعي للكبد مع العجبة بتاعتنا أو الفكهة بتاعتنا اللي احنا هناخد الورق بتاعها وينستخدمه لاستخدام الأمثل قبل ما نروح نعرف ايه هي ياريت حضراتكم يعني يعني تشجعونا باللايك ويصاب اسكرايب اللي ما تشتركش عندنا يشترك عندنا والشير اعملوا الشير للفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس وجزاكم الله خيرا النهاردة بإذن المولى عز وجل مع ورق الجوافة احنا عارفين في مصر عندنا وبعض الدول العربية الجوافة مزروعة الايام ده هي وان ربنا سبحانه وتعالى بيدي على فكرة يعني الفواكه اللي بتبقى في الشتاء ربنا بينزلها عشان تعالج أمراض اللي موجودة في خلال الشتاء اللي موجودة في الصيف بتعالج الأمراض اللي موجودة في الصيف ولكن احنا بنأكل ونجهل الكثير من الفوائد بتاعت الأغزاء وبتاعت الفواكه والخضروات والحاجات الطبيعية اللي حوالينا الفاكهة بتاعتنا النهاردة فاكهة الجوافة فاكهة جميلة موجودة عندنا ومزروعة وطبعا الورق بتاع الجوافة موجود عندنا في كل جناين وفي كل الدول العربية ورق الجوافة حتى لو ما لايتوش أخضر ممكن فيه أي فصل من الفصول تستخدمه من عند العطارين أو محلات اللي بتبيع الأحتارة الجوافة جماعة يعني لو تكلمنا عنها وفوائدها العظيمة الجوافة وجدوا انها بتحتوي على فيتامين سي يعني دي حاجة أصلا الناس ستستغرب لها وجدوا ان الجوافة فيها فيتامين سي اللي احنا عارفين اللي هو موجود في الليمون وفي البرتقال في فصل الشتاء الجوافة فيها ستة أضعاف فيتامين سي اللي موجود في البرتقال والليمون. من قديم الازل وقدمائنا المصريين الفراعنة كانوا بيستخدمهم اوراق الجوافة في علاج كثير من الامراض. كانوا بيستخدمها في علاج القحة والسعال. فالمصريين كانوا نصحين وكانوا بيتعاملهم مع كل حاجة بالطبيعة اللي حواليهم. كان بيقول لك حتى المصريين الايام ده كان بيقول لك ما تقولش البزور للبزور الجوافة عشان بدي بتعمل امساك. اه يبقى كده الجوافة بزور الجوافة ببيت وعالج الاسهال. اه كمان الجوافة لها قدرة عجيبة وقدرة عالية في علاج التهابات اللاسة والاسنان. اه كمان وجدوا ان ورق الجوافة مسكن للألم زي البروفين بالضبط. البروفين اللي بتروح تشتريه من الصيدليات. اه ورق الجوافة لو فيه نسبة عالية من البروفين. يعني انت لو غليت شوية ورق الجوافة وشربتهم او عندك شوية التهابات. ان شاء الله رب العالمين ستزول هذه الألام. فمنقول لك من هنا ابعد عن المسكنات. اه وخليك مع اوراق الجوافة ان المسكنات لها اثار جانبية واثار ضرة. اوراق الجوافة ليس لها اثار جانبية. المسكنات يا جماعة من احد الاسباب الرئيسية في حدوث الفشل الكلوي. فباعزاكم الله واعزنا. ابعدوا عن ابعدوا عن المسكنات بصورة كبيرة. كمان يا جماعة اللي عنده التهابات في الكارد. وراء الجوافة بتعالجها باذن المولى عز وجل. اه كمان لو اكلت الجوافة بانتظام بتساعد في بناء الرجبتين. وبناء المفاصل وبناء العظام. ليه طيب؟ يبقى الاحتواءها على كمية كبيرة من الكالسيوم. الكالسيوم برضو موجود في الجوافة بصورة كبيرة. فالجوافة بتساعد في بناء المفاصل والعظام المتأكلة. وبتعالج هشاشة العظام. الجوافة تساعد كمان في بناء الجلايكوجين. الجلايكوجين ده يا جماعة او ما تسمعوا جلايكوجين بتعرفوا اللي بناء العضلات. اه كمان يعتبر الجلايكوجين ده هو الغذاء بتاع الكبد. بتاع الكلا. بتاع العضلات. فالجوافة مهمة جدا جدا جدا. اه كمان الجوافة فعالة جدا لمرضى الكبد. اللي عندهم التهابات في الكبد. اللي عندهم تليفات في الكبد. من كل النواحي. اه عشان كده شركات الدواء بتنتج ادوية كتيرة من اوراق الجوافة. انت لو لو روحت الصيدلية هتلاقي في ادوية للسعال والقحة من ورق الجوافة مرسومة عليها ورق الجوافة. اه فاحنا يعني مع فكهة جميلة وموجودة ببلاش معانا. اه وممكن تخزنها وتستعملها في اوقات عدم موجودها. وممكن تجيب الورق وممكن تنشفه وتستخدمه في الاوقات اللي مش موجود فيها الجوافة. في اه ياريت حضراتكم تكون استفادتم من الفيديو ده هوت. ورق الجوافة عشبة معجزة. اه يعني تساعد في علاج السعال في علاج الحساسية في اه علاج كسير من الامراض بالجسم. كان معاكم ابو زياد من قناة شاهد وفهم وتعلم مع ابو زياد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. شكرا لكم.